طيب النهاردة كان من الاخبار السر الحقيقة افشى بدأ يتعافى بنسبة كبيرة جدا كان من الممكن يدخل تمرينة بكرة مع الفريق قبل السفر لكنه الجهاز شاف انه يستنى شوية ممكن يدخل تدريبات الكرة الاربع او الخميس باذن الله في تونس الفريق حيتجمع بكرة يتمرن في النادي ثم يتناول اللاعبون طعام الغداء ويتوجهوا للمطار لاقلاع باذن الله تعالى الى تونس الساعة الرابعة عصرا البعثة برئاسة الكابتن محمود الخطيب والحمد لله النهاردة نتيجة المسحة مسحة السفر اثبتت سلامة كل اعضاء البعثة جاءت نتيجة سلبية بما يعني انه مع الاجازة اللي الفريق خادها واللعيبة والناس كتير اتكلمت على انه ست ايام كتير واللعيبة طلعت اجازات وطلعت راحة واه 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 الى انه الحمد لله الحالة البدنية زي ما حضراتكو اه شايفين مطمئنة جدا والحالة الصحية النتيجة سبتت سلبية العينة واعلن الدكتور احمد ابو عبلة جاهزية الجميع للسفر باذن الله تعالى طبعا البعثة هينضم لها في تونس التلاتة التقاية البقى علي معلول واليو ديانج وولتر بواليا تلاتة كانوا موجودين مع منتخباتهم سواء علي معلول مع المنتخب التونسي او اليو ديانج مع منتخب مالي اللي كان بيلعب في تونس وولتر بواليا مع منتخب الكنغة الديمقراطية بعد انتهاء المهام الدولية التلاتة في تونس ينضموا للبعثة مع وصولها بكرة ان شاء الله فريح هيكون تمرن بكرة طبعا في القاهرة يوم الاربع والخميس هيتمرن على ملعب الجامعة التونسية اللي هو التحاد تونس الاتحاد التونسي لكرة القدم عنده ملعب خاص دي هتتمرن فيه فرقة الاهل الاربع والخميس يوم الجمعة المران الاخير في استاد رادس اللي حيستضيف المباراة باذن الله تعالى باذن الله يعني يعني البطولة الجاية دي احنا بنقول عليها استاذ ابراهيم ومبارات التراجي بنقول عليها تعويل جامد جدا لذلك كل خبر بنسمعه طيب بيطمننا الى حد ما وان شاء الله الاهل يحقق العشرة ويتواصل في اسعاد جامهيرو وتشريف الكرة المصرية في المحافل القرية بجد